نعمل دائما وفق رؤية تخدم أمور زراعية تتعلق بأمور استراتيجية تتعلق بأمور صناعية قد يكون في منطقة معينة بحاجة تجمع صناعي معين نحن من أعزل بهذا الموضوع ضمن إمكانياتنا لا يمكن يتحسن واقع التوليد ما لم يتحسن توريد حوامل الطاقة من غاز ومن فيول يعني الحديث الذي لا يمل من الحديث عنه تخيلوا في حديث ما فيكم تملوا وتسمعوا في أسئلة يعني اليوم بتأكد لكم أنه قد أسأل بعض الأسئلة اللي صرت سائلة يعني مئات المرات ما رح قول عشرات المرات وما رح كون عن بالغ ولكن بكل تأكيد ينتظر المواطن الجديد بحب يسمع إذا ما كان هناك تغيير بحب يسمع أسباب واضحة مقنعة لبعض التساؤلات يلي عنده رح نحكي بموضوع عدالة التقنين رح نحكي بحصص المحافظات رح نحكي بحصص المرتقب رح نحكي بأسباب الانقطاعات الطويلة رح نحكي بالمشكلة اللي دائما تقول وزارة الكهرباء أنه منع عامل أساسي فيها مشكلة أساسية مشكلة الفيول مشكلة المحروقات وليست مشكلة شبكة أو جهوزيتها أو مشكلة محطط رح نحاول نجاوب على موظم الأسئلة اللي بتداولوها مع مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا الأستاذ جابر عاصي أستاذ جابر شرفتني أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك عموماً في عنا فترتين بالسنة ناسكي بتتحفز فيهم كهربائيا فترة الشتاء القارس لما بيكون فيه انقطاعات طويلة بالشتوية وفترة الصيف لما بيكون فيه أيضاً شوب كتير أو ارتفاع بدرجات الحرارة هل فينا نقول أنه الفترة الماضية اللي شهدت زيادة في ساعات التقنين في معظم المحافظات السورية مرتبطة بموضوع التقص أم مرتبطة بموضوع المحروقات أم مرتبطة بسبب آخر طبعاً ارتفاع درجات الحرارة بيخفض من أداء مجموعة التوليد الموجودة لدينا هذه النقطة دائماً وأبداً بنزل تقريباً إلى 40-50% من إنتاجية مجموعات التوليد وهذا بيسببنا انغفاض لكمية المولدة وبالتالي نحن بدنا نعكسها على موضوع الكميات المخصصة للمحافظات وبالتالي زيادة عدد ساعات التقنين بكل المحافظات السنة بالعادة بتجي موجة الحر بعد الشهر السابع أو منتصف الشهر السابع السنة لاحظنا بداية موجة الحر بدأت مع بداية الشهر السادس وكانت في ارتفاع ملحوظ وكبير لدرجات الحرارة وصلت درجات الحرارة ببعض المحافظات إلى 40-42 درجة مئوية هذا بيعملنا مشاكل على مستوى التقنيني بيعملنا مشاكل على مستوى التوليد لمجموعة التوليد طبعاً الكمية نحن اللي عم نشتغل عليها هي دائماً بتكون وسطياً حوالي 2000 ميجا وات ساعي بتتوزع على كافة المحافظات حتى نحط برنامج عادل ومتوازن ضمن ظروف ومعطيات محدودة للمنظومة ولتوزيع المحافظات الكمية المنتجة أو المولدة لألفين تقريباً وسطياً أنت تفضلت ألفين وسطياً أدي إلا عم تتراوح بهذا الرقم وشو الحدود الدنيا اللي وصلنا لها من التوليد وإمتى؟ هلأ نحن وسطياً عم يكون توليدنا هو 2000 ميجا وات ساعي أحياناً بتنزل على 1900 و 1850 وأحياناً بتوصل على 1200 1200 1200 ووسطياً عم تكون نحن 2000 فبتنزل بالكمية بنتيجة مثلاً خروج مجموعات توليد من الخدمة بسبب هذا إلى خروج كمية معينة عن الكمية الإجمالية الموجودة ضمن التوليد طبعاً ارتفاع مثلماً أن درجات الحرارة صيفاً بيسبب أنها مشلة بانخفاض الكمية المولدة لمجموعات التوليد وانخفاض أداء هذه المجموعات صيفاً أحياناً نقص بحوامل الطاقة سواء كان فيول أو غاز ما بسمحناً نشغل كامل مجموعات التوليد اللي هي موجودة بالخدمة هذا أيضاً بينحكس على المجمل الكمية المولدة والمخصصة لعملية التغذية الكهربائية يعني اليوم من الجملة الأخيرة تفضلت فيها هي موضوع المحروقات أو الغاز مثلاً أو الفيول إذا توفرت كمية كافية من الغاز أو من المحروقات يمكن تشغيل محطات ويمكن الاستغناء عن التقنية؟ أكيد هناك مجموعة توليد جاهزة تستطيع التوليد الكمية المطلوبة؟ نربطها ونحطها بالخدمة إذا توفرت حوامل الطاقة سواء كان من غاز أو من الفيول وهذا الموضوع يعني بتصور انطرح أكثر من مرة من خلال السيد الوزير ومن خلال الكوادر الإدارية والفنية اللي صار فيها اللقاءات معكم فإذا باختصار يعني نعود للأسباب الأساسية أسباب مرتبطة بالطقس أسباب مرتبطة بالفيول أو الغاز ما هي أسباب العلاقة بوزارة الكهرباء مطلقة؟ أكيد هلأ نحنا إلا إذا نحكي بقى عن مشاكل محلية يعني بعض القطاعات في مناطق معينة بجوز بعض محطات التحويل بحاجة لزيادة استطاعة وهيك أمور تمام هلأ العملية التوليد تخضع إلى عدة مراحل أول شيء عمليا نحنا من نشتغل بمحطات التوليد منعطي الاستطاعة المطلوبة من هذه المحطات التوليد تنتقل بعدين عنا من محطات التوليد إلى خطوط النقل خطوط النقل على مستوى الـ 430 وعلى مستوى الـ 66 لابد أن ننوه إلى فكرة أن بعض هذه الخطوط قد تعرضت إلى العمليات الإرهابية وتم تدمير بعض هذه الخطوط الاستراتيجية على مستوى نقل الطاقة على مستوى المحافظات ولكن نحنا بدنا نشير نقطة كتير مهمة خلال خطط الاستثمارية السابقة التي كانت قبل الأزمة نحنا كان في عنا دعنا نقول كلمة إشباع لهذه الخطط الاستثمارية وكان في دراسة منظمة وكان في دراسة مسقلة بأننا لا ننخلي عنا أي صغرة بموضوع المنظومة الكهربائية وبموضوع توزيع الأحمال وبتوزيع نقل هذه الطاقة إلى المحافظات والربط الموجود بشكل جيد جدا بقيت هذه المنظومة محافظة على نفسها وبقيت هذه المنظومة قوية رغم كل التخريب التي تعرض له هذه الخطوط النقل وبعض محطات التحويل واللي شفته يمكن استاذ بفترة الماضية كيف تم إعادة تأهيل بعض هذه المحطات التحويل سواء كان الآخر واحدة عملنا إنشاء محطة التحويل بيغا باغب وأيضا في منطقة ريف دمشق باتجاه المطار أيضا تم إعادة تأهيل محطة تم تدبيرها مقبل للعصابات الرهبية المسلحة وبكوادر وطنية وبكوادر فنية منشودة ضمن وسائل الكهرباء وضمن مؤسس نقل الطاقة طيب معناتها في المواطن مباشرة لما يعني بتوصل التغذية إلى ساعات غير معتادة لما كان يأخذ مثلا ساعة على خمس ساعات فرضا ووصلت التغذية إلى ربع ساعة على سبع ساعات تلقائيا بيقول لحاله هون معناتها أنا عندي مشكلة والتغذية هيك بتكون بمعظم محافظات انتخفضت يعني بيقول في مشكلة حوامل الطاقة مباشرة نصح جزء من هذه المشكلة هو حوامل الطاقة يعني هل يصلكم مثلا بأنه بالأسابيع الماضية مرح كتير نروح بعيد أنه بعض المحافظات خاصة محافظات الساحل لرغم أنه موسم صيف ومفروض سياحة ربع ساعة تغذية مقابل ست ساعات قطع أو أكثر أحيانا في طرطوس واللاذقية تحديدا شو بيكون السبب؟ هلأ مثل ما قلنا نحن هو انخفاض الكمية المولدة بسبب أننا نحن عمليا زيادة عدة ساعات التقنين على مستوى القطر ككل وليس على مستوى منطقة الطرطوس واللاذقية بس الأثر عم بيكون محافظات دون أخرى يعني الفرق بساعات التغذية عم يكون كبير في بعض المحافظات وأقل في محافظات أخرى وكأنه هناك من يقول لك يخي لا عدالة بتوزيع كميات الكهرباء على المحافظات في محافظات أد من خفضت الكمية المولدة ما بتوصل فيها كميات التغذية للمحافظات يعني ما ممكن تتغذي بالشام ربع ساعة على سبع ساعات وين ما كنت؟ أكيد بس عم تغذي ترتوص الالاذقية بهالكمية أكيد أنا خلال الفترة الماضية ما انتبهت أنه مثلا أو ما قلنا نقول نحنا ما حسنا أنه وصلت لمرحلة ربع ساعة أو عشر دقائق لا هذه المرحلة كانت بالسنة الماضية السنة ممكن نحنا نقول أنه في بعض الأحيان نزلنا على نص ساعات خمسة ونص ولكن في بعض الحالات كان في عنا فترة تغذية ساعة ونص بأربعة ونص عم استوى الترتوص واللاتقية وحمص وحمى خلينا نحكي عن الأربع تيام المضوء استاذ باسيكلا كانت في أريحية بهذا الموضوع السبب هو أنه كان في عنا نحنا كان في عنا عطل أربع تيام المؤسسات والبعض المنشآت وانخفاض الاستهلاك على مستوى مثل مقدمة المؤسسات ودوائر الدولة أعطانا أريحية بأنه هالكمية المخصصة لهذه المؤسسات نحنا نقدر نحولها إلى الاستهلاك المنزلي ونعطي أريحية لهذه الناس ونعطي تغذية كهربائية ساعة ونص بأربعة ونص وفي بعض الأحيان ساعتين إبارة حالما سأنا عم تحكي أنه التقنية كان قاسف اللازقية وترطوس بالفترة الماضية قلينا نسأل بالأربع تيام وأنا أتمنى أن يكون في ريبرتاجات ولو كانت صوتية بدك منفتح اتصالات أنا ما عندي بدك منفتح اتصالات مستمعينا في المحافظات السورية إذا بتحبوا ما عندي مش لي بهذا المطور تواصلوا معنا رقمنا الأرضي 011-612-382 011-612-382 إذا عندكم سؤال معنا الأستاذ جابر عاصي مدير المؤسسة العام لنقل وتوزيع الكهرباء تابع الأستاذ نحن ما بس لما بيصير في خلينا نقول في مشتي بموضوع التقنين بيصير على كافة المحافظات يعني اليوم بيدي مشق وانتم موشدين من هذه المحافظة التقنين وصل ساعة بسبعة وساعة بثماني أحيانا نتيجة الضعف الوارد حضرتك ذكرت نقطة مهمة يعني مثال أنه أحيانا أنتو بتقدروا تتحكموا بالكمية مثلا في عطلة يعني في انخفاض استهلاق بمؤسسات وضوائر الدولة بتروح للتغذية طب هذا العام من أكثر الأعوام اللي عطلنا فيه كتير مناسبات عطلة الدولة العطلة تكون تسعة أيام وسبوع هل ساهم بتحسن أكيد ولو كان بتحسن بسيط يعني خلينا نقول يعني بفترة اللي كانت مثلا بعض المناطق عم تاخد نص صاحب خمسة ونص أخدت ثلاثة ربع وأخدت ساعة والمحلات اللي كانت عم تاخد ساعة أخدت ساعة ونص فيعني بالمجمل صار في تحسن ولو ولو جزئي ولو بسيط اليوم أنت في عندك شغل إستاذ باصل ضمن كل محافظة موجود مؤسسات موجود مؤسسات طبعا استراتيجية وتقدم خدمات اجتماعية وعندك مشافي وعندك مطاحن وعندك هذه المؤسسات بحاجة لتغذية كهربائية تقريبا من الساعة الماني للساعة ثلاثة مستمرة حتى ما تنقطع تقديم الخدمات للإخوة المواطنين وفي بعض في مثلا بمحافظة دمشق في عنا السفارات وفي عنا وزارات وفي عنا كثير من المنشآت الاستراتيجية والحيوية اليوم أنت هذا اللي بفسر استاذ جابر هذا اللي بفسر أنه في بعض المحافظات بيقولولك هناك أحياء مدللة يا أخي هذا الحي مدلل يعني موضوع وجود مؤسسة مشفى مكان هام هو اللي بيخليه متميز عن غيره بالتغذية هلأ هذه النقطة اللي عرشت حضرتك عليها هي نقطة أنه ليش في بعض المحلات نحنا بيكون في عنا مناطق خليل نقول مثل ما سميتها مدللة عن مناطق شوي بيكون فيها تقنية قاسية أو صعب لما نحنا بمنطقة من المناطق في عنا مؤسسات ودوائر بحاجة إلى أنك تعطيها تغذية كهربائية من الساعة الثمانية للساعة الثلاثة فهذا خط عشرين عم يكون مربوط عليه مجموعة من مراكز التحويل فهذا إجباري بتغطي هالتوقيت هذا فالناس بترتاح به هالمنطقة هذه طبعا نحنا شو عم نعمل حاليا عم نوجه لبعض الحالات أنه عم نعزل مؤسسات الدولة ودوائر الدولة بمخارج عشرين مستقلة خاصة فيها حتى نبتعد عن موضوع خلينا نسمي عدم العدالة بالتقنين عم نحاول أحيانا إذا ما قدرنا نفصلها كهربائيا وفنيا من خلال إنشاء مخارج جديدة عم نحاول أنه نبعث ورشات تفصل القواطع لمراكز التحويل اللي ما نضمن الإعفاء بتفصل قواطع المقفد وهذه عم نتبع إجراء هو صعب وقاسي أنك أنت تأمن ورشات وآليات ووقود وكذا وتبعث الورشة والدور على مدار المنطقة جهورية ترجع ترفع القاطع ترجع بعد انتهاء طبعا وهو إجراء عم يتأخذ طبعا بشكل جدي وفي كثير من المناطق جزء التامي نجد أن نتعمل معتمدين في المناطق معتمدين بس للقواطع عشان نتخفف عن الورشة وعم نشتغل عليها صراحة وهي عم تجهدنا كثير بهذا الموضوع هذا موضوع الفصل يعني موضوع أنك تفصل منطقة تعزل حية عن جزء منه أجزاء من الحية عن الخط ضمن الخط المعفي بيعخذ من عندك وقت وبيعخذ من عندك جهدو الورشات هلأ بالصيف ممكن هذا الموضوع لك تشتغلو بأريحية بس بالشيتي بتعرف الورشات تكون بالأعطال وبيكون في عنا أعطال كثير وبيكون عنا فصولات وبيكون عنا محطات خارج الخدمة هذا الموضوع بيربكنا الصراحة يعني فيك تعطيني فكرة ما أعرف إذا عندك فكرة عن كل محافظة شو حصتها اليوم تقريبا أنا رح أعطيك وعلى أي أساس بتقدروها نحنا رح نحكي عن بعض النقاط اللي نحنا من راعية بموضوع التقني أو بتفزيع الحصة على المحافظات أول شي نحنا مناخد بعين الاعتبار عدد المشتركين موجودين ضمن كل محافظة مناخد عدد سكان كل محافظة أكيد محافظة عدد سكان خمسين ألف ليس كمحافظة عدد سكان مليون ومليونين وثلاثة مناخد أيضا وهو الأهم طبعا هو موضوع الحمولات استراتيجية ضمن كل محافظة مناخد الموضوع الأحمال المهمة أيضا استراتيجية والمهمة ضمن كل محافظة التي يجب أن ترعي يعني أنا اليوم أنا ما فيني بعامل دمشق اللي فيها سفارات وفيها وزارات وفيها حركة حركة اقتصادية والصناعية وما شابها ذلك وكذلك حلب بنفس الوطيرة بالنسبة للحمولة ما فيني أنا حطها بنفس الميزان فبديكون في عندي ميزان أخذ فيه معايير توزيع هذه الكميات أنا بشوف قد يشكل محافظة استهلاكة لكل مثلا خلينا نحكي على سعيب المثال اللازقية مثلا حملة الإجمالي كله ستستغل 24 ساعة بدأ 700 ميجا مثلا ترطوس بدأ حوالي 400-500 ميجا عم نحكي نحن عن بعض الأرقام اللي هي يعني متداولة لدينا فنحن بدنا نرعي على الحمل لكل محافظة بدنا رعي عدد السكان بدنا رعي عدد المشتركين بدنا نرعي لأحمال استراتيجي الموجودة ضمن كل محافظة هذه النقاط تأخذ في عين اعتبار فيه لما بنحط برامج التقنين بالتالي الكميات بتكون حسب المحافظة عدد سكانها شو فيه عدد المشتركين مناطق أو مؤسسات استراتيجية وازدحام ودوائل دولة وغيره يعني فينا بطريقة منطقية نقول دمشق بتأخذ أكثر حصة ولا ريف دمشق هلأ ريف دمشق بحكم الجغرافيا بحكم الجغرافيا والتوسع وتوسع الجغرافيا ووجود منشآت صناعية ومناطق صناعية أكثر من ضمن المدينة طيب بعد دمشق وريفا لأنه كمان ريف دمشق منطقة متوسعة اليوم منطقة مدينة دمشق بتصور أنا محدودي جغرافيا غير قابل للتوسع بشكل مماثل لريف دمشق بعد دمشق وريفا كيف تقريبا أول 3-4 محافظات هلأ في عندها كتات المحافظات حلب حمص حمى بعدين اللازقية والترطوس حلب حمص حمى لازقية وترطوس كأول طيب بتتغير هاي المعايير حسب ولهي المعايير ثابتة الكمية بتتغير لأنه تقريبا المعايير هي يعني ثابتة هلأ يعني أحيانا مثلا أنا في عندنا مثلا بترطوس يعني في بعض أحيان يقول لك أخي إجانا مسؤول جابوا الكهرباء 4 تيام ما زالك فيك تجيب لي الكهرباء 4 تيام ليش ما بتجيبها دايما أستاذ وين كانت هالكهرباء اللي جبتلي ياها 4 تيام وين كانت يعني لا يمكن أنه تجيبها بأربعة تيام أو تعف بطريقة معينة ولكن في بعض الحالات مثلا نحن في عندنا مثلا بترطوس ورح نذكر بعض الحالات بترطوس وبحلب وبحمى وبدرعة وببعض المناطق ليش نحنا أحيانا نعطي كميات زيادة مطلوب مثلا موضوع السيقاية للحمضيات بترطوس مطلوب أنك تعطيهم كمية زيادة لبعض مخارج العشرين حتى نقدر نغطي هذا الجانب الزراعي لأخوتنا المزارعين ونحن بيمثل حاجة لتحسين محاصيل الزراعية عندك مثلا موضوع القمح موضوع ري القمح بحاجة أنك تعطي بعد مخارج العشرين سواء كان بحمى أو ديريزور أو بالمناطق اللي فيها زراعة القمح ضمن الخطط بعد ذلك أنت بحاجة أنك تعطي الصوامع اللي هي بدأ ترجع تخزن فيها القمح في عندك بعض المحلات عندك تزرع الخضار يعني كل أمور علاقة بتنفيذ خطط موضوعها بتنفيذ خطة اقتصادية زراعية كذا ما العلاقة بزيارة وفق حكومية لا 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 أكيد لا لا أبدا نحنا نعمل دائما وفق خلينا نقول وفق رؤية تخدم أمور زراعية أمور تتعلق بأمور استراتيجية تتعلق بأمور صناعية قد يكون في منطقة معينة بحاجة تجمع صناعي معين نحنا من آذر بهذا الموضوع ضمن إمكانياتنا وضمن ظروفنا في نقطة مهمة كتير لازم نحكي عنها الخطوط الموفاة من التقنين يقول لك البعض لمصلحة الوزارة أن تقوم بالتجديد بالتقنين وتقليل ساعات التغذية لحتى تكتر اشتراكات الخطوط الموفاة من التقنين وتتمكن من تحصيل أموال أكثر هذا قول شائع شرط حضرتك لا يخفى على الجميع على أنه بالنسبة الخطوط الموفاة من التقنين هي مصدر إرادات ومصدر دخل للوزارة الكهرباء والمؤسس العامل للنقل والتوزي كل الناس تعرف هذا الموضوع نحن كوزارة في خطط استثمارية بحاجة لأنه نحن نجيب مواد بحاجة نجيب محولات بحاجة لنجيب إلى كابلات بحاجة لنجيب إلى أمراض نحن خطط استثمارية بحاجة إلى مئات المليارات بل ندخل بالخطط بالتريليونات على الراستورية نحن بأمس ندخل الإرادات لهذه الوزارة حتى نقوم بتغطية نفقاتنا من توريد المواد اللي بحاجة لإلة سواء كابلات الـ 1,580 أو 1,20 أو محولات 100 كافياء أو 200 كافياء 630 اليوم كل شيء بدك تركبه على هالشبكة كل محطة بدك تستبدله كل كابل بدك تستبدله فيه تكاليف وهي تكاليف كتير مرتفعة فأنت عم تستخدم هالإرادات لجزء من هذه الإرادات يستخدم فيه تغطية بعض أجزاء من خطط الاستثمار ولكن الجزء الأكبر يكون دعم للحكومة عطيني فكرة عن الإرادات التي يكون فقط من الخطوط الموفاة من التقنين أنا ما معي أرقام تقدير ولكن هي بمئات المليارات بمئات المليارات رقم كبير وليس قليل نحنا اليوم مصدر دخل وإراد للوزارة من خلال الخطوط المعفية من التقنين بالإضافة إلى الجباية نحنا نحصلها من المشتركين العاديين الموجودين على الصفر أربعة طب هو عم يدفع أكتر عم يحصل على هاي الكمية من الكهرباء اللي عم يدفع أقل أو عم يدفع عادي عم يحصل على حصته من التغذية طب بس أنت معناتك قادر أنك تولد هاي الكمية واللي هي قدرة محدودة يعني أنت باختصار هل عم تشيلوها من حصة الناس وتعطوها للناس اللي أخذ غطوط موفات من التقنين الأكيد الكمية المعفية من التقنين هي كمية مانا كبيرة أستاذ باسم مانا كمية كبيرة هي كمية قليلة جدا ولكن هي تحقق إرادات كبيرة ولا تأخذ من حصة الأخوة المواطنين أبدا هي حصة قليلة مثل ما قلنا تحقق إرادات كبيرة نحن اليوم في عنا خطط استثمارية عم نطبقها ضمن وزارتنا وضمن المؤسسة العامة حتى نحسن واقع الشبكات وحتى مثل ما قلنا حتى نبدل المحاولات في عنا خطط اليوم لمعالجات الضعف في عنا خطط لرجاء المخارج في عنا خطط لإضافة محطات تحويل اليوم بغباغة أنجزنا وبكوادرنا وبالفنية وكوادرنا الوطنية أنجزنا محطة تحويل كاملة من خلال كوادرنا الموجودة ضمن الوزارة والمؤسسة كانت وطبعا كرفت الإجمالي كانت حوالي 30 مليار كانت هذه الكلفة لو أنه نحن تم من خلال 50 مليار ف20 مليار تم توفيره وفر نحن نبحث عن كل خلنا نسميه مصدر جديد لنحن للتوفير لحتى نستخدمه بتطوير وتحديد شبكاتها الموارد يعني غير الفواتير طبعا تحصيل الجباية يعني شو هي مواردكم غير خطوط الموفاد من التقنين فواتير الكهرباء شو نمت فواتير الموارد نحن المصادر الأساسية نحن هي عبارة عن الجباية في عنا نحن مثلا في عنا مخبر اصلاح المحاولات في عنا محاولات خاصة بس كأمور عام هدول هن من أهم الإرادات اللي بيتم تحقيقها للمؤسسة بكير نحكي عن إرادات تتحقق مثلا من محطات اللي ربطت العلاقة بالطاقة البديلة بالطاقة الشمسية المحطات اللي بتربط هي بتاخد ولا يعني بتاخد من المؤسسة ما بتحقق طيب كويس أكساس جابر اليوم عن الطاقات البديلة الطاقات المتجددة دعوة الناس أنه يعني يتحولوا لهذه الطاقات هل هي لأنه بتقدر تعمل فارق على مستوى التقنين وأنا قرأت حقيقة عدد من التعليقات لناسي كمختصين بيقولوا لك هذه الدعوات الكثيرة لوزارة الكهرباء أو للحكومة أنه الاتجاه نحو الطاقات البديلة جيدة ولكن أنت لحتى تعمل فرق على مستوى بلد كامل فأنت بحاجة لعدد كبير وهائل جدا من المحطات والتي أيضا كتير مكلفة وإنتاجيتها قد ما كانت عالية برح تكون بإنتاجية المحطات التوليد التقليدي تعليقك على هالنقطة سيد جابر لابد نحن نوه إلى فكرة أساسية شو أسهمت مشاريع الطاقات المتجددة في دعم الشبكة الكهربائية طبعا مشاريع الطاقات المتجددة إلى دور محوري بتعزيزه دعم الشبكة الكهربائية من خلال زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة البيئية طبعا بتدعم الاقتصادات المحلية وبتوفر كهرباء للمناطق النائية وين يعني ما هي فكرة كيف نشأت فكرة المحطات الكهربائية أو التغذية من خلال الطاقة الشمسية نحن عنا اليوم قرية أو منطقة بحاجة لتغذية كهربائية وهي بعيدة عن خطوط النقل الكهربائية وبعيدة عن محطات التحويل وبعيدة وبعيدة لا نستطيع أنه نحن كلفة كبيرة جدا جدا طبعا هاي نشأت من خلال خارجيا على صعيد العالم ككل إنشاء محطة كهربائية لهذه المنطقة وتغذيتها هي أكثر اقتصادية وأكثر جدوى فنية بأنه نحن نغذية من خلال المنظومة الكهربائية القائمة والموضوع بالخدمة هاي دي كنقطة أساسية هل مشاريع الطاقات المتجددة هي تغني عن الطاقات التقليدية خلينا نسميها توديد الطاقة الكهربائية بالسربات الإحفورية أكيد لا هي مساعدة ولا تشكل في أحسن حالتها بأحسن الدول بتصور ما بتتجاوز أكثر من 5-6% من الطاقة الإجمالية المنتجة إذا حكينا عن الصين وإذا حكينا عن روسيا وإذا حكينا عن البلدان المتطورة ولكن أليس ضرورية أكيد ضرورية جدا ومهمة واليوم أنا إذا كمواطن عملت منظومة الطاقة الشمسية ببيتي فهي بتوفر عليه أنا عمليا تعطين طاقة كهربائية من لحظة سطوع الشمس وحتى الغياب بشكل منتظم ولكن عم تفتحوا على المواطن أبواب يعني اليوم الكلفة عالية اليوم المنظومة بدأ بطارية البطارية صيانتها من قليلة وكلفتها عالية وبدأ تغيير كل فترة وفترة ونسألت لك أخي البطاريات اللي عم تدخل على البلد أو البطاريات اللي عم تنتج هي كلياتها بعد سنة سنتين عم تكبأ فأنت عمليا ما عم تستثمر صح هذا منه استثمار الانفيرتور غالي بطارية غالية كله بده تغيير يعني كنا نحكي أنه الكمية اللي بتنتجها هاي المحطات الكهروضوئية مساهمة ولكنها ما بتغني طيب المواطن لما عم يركبه هو ممكن يخف أحساسه بالتقنين ولكن هو أيضا عم يتحمل تكاليف كبيرة أكيد ومن هون نشأ فكرة صندوق دعم الطاقات المتجددة اللي انشأ بمرسوم من السيد الرئيس وطبعا نحنا صار فيه أريحية لأخوة المواطنين بالاشتراك حصول على قروض مؤقتا مؤقتا ولكن اليوم لبت حاجة وقسم كبير من أخوة المواطنين استفادوا من هذه القروض وركبوا منظومة الطاقة الشمسية وصاروا مستفيدوا منها وحسوا بالفارق بهذا الموضوع تقريبا 65 ألف طلب اشتراك خلال عام 2024 تم إحالة 24 ألف طلب إلى المصارف خلال هذا العام أيضا وتنفيذ أكثر من عشد آلاف مشروع خلال عام 2023 وهذا رقم جيد على صعيد في تزايد من سنة لسنة بشكل ملحوظ أكيد في تزايد وكبير تدخلوا بأي شكل من الأشكال يعني كوزارة عموما بمؤسسات أستاذ جابر بموضوع أسعار المواد اللي بتدخل بمسلا منظومة الطاقة الكهروضوئية يعني أنتو ألكن أي دخل بالتسعير لا لا طرحنا مجموعة من الأفكار يعني من خلال وزارتنا في عندنا مثلا فكرة أنه هي نوعية هذه المواد اللي تدخل إلى البلد يعني اليوم أنت في عندك مواد موجودة عندنا بيكون استهلاكا كبير وانتاجيتها قليلة طرحنا فكرة تعميم وتوسيع عمل مخابر تدقيق الطاقي على مستوى القطر من خلال وزارة الكهرباء ومن خلال مركز وطني البحوث الطاقة ومن خلال أيضا رقابة المهندسين هي اللي بتشرف على عمل مثلا المصانع اللي بتعمل البطاريات هلأ نحنا لا نتحدث عن آلية عمل المصانع اللي بتنتج الألواحة الطاقة الشمسية لكن نتحدث عن المواد اللي بتدخل على البلد لأنه اللي بتشتغل جوات البلد هي تخضع لهذه القوانين وتخضع لهذه الأنظمة اللي بتضبط عملية التدقيق الطاقفية موجودة صراحة وضمن وزارة الوزارات المختصة ولكن نحن نحن المستورد هل هي تحقق الكفاءة هل الكفاءة الفنية هل هي هذه الأجهزة التي تدخل والألواح التي تدخل عندنا نحن محققة للشروط التدقيق الطاقي من خلال مخابر التدقيق الطاقي هذا ما هو يعمل عليه وأصبحت بعض النتائج تظهر على الألواح التي تدخل وحتى بعض المعدات الصناعية الأخرى مثل البرادات وتلفزيونات المستوردة كلها لازم تكون طبعا وإن كان حاليا بظل ظروف الاقتصادية هذه حجم هذه المواد قليل ولكن يجب أن يكون هناك مخابر تدقيق طاقي تدقيق على هذا الموضوع وعلى عملية الترشيد الطاقي ضمن استهلاك هذه المواد المدخلة بالتالي ألو مساء خير سيد مساء أهلا 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 أنا شكوى صغيرة أهلا إذا كرمت أهلا أنا مهجر من مخيم يرموك أنا لحد الآن أدفع رسم عداد من الآخر يعني عداداتنا تعفشت وراحوا وكل شيء ولهلأ أنا أدفع رسم عداد أكيد فيه متلك كثير صح وعجعت وقد شيء أدفع الخط وخليه بإسمك وإلى آخر طيب ما أبعرف واضحة الصورة أكيد أكيد فيه مثلك كثير عندهم هاي القصة شو هاي طرح سؤال طبعا كثير مهم الأخ المواطن فيه مجموعة من السكان والتي هجروا من الريف أو مناطق نتيجة الأعمال الإرهابية التي تمت من قبل عصابة الإرهابية المسلحة فصار في عندنا قرى مهجرة وقرى ناس تركت بيوتها هلأ الناس دخل للجيش العربي السوري وإن شاء الله الجيش العربي السوري بدخل على كامل مساحة الوطن بإذن الله والناس بدأت رجع لبيوتها فيه العدادات مسروقة وفيه عندك شبكة مسروقة وفيه عندك كل شيء مسروق هلأ فكرة عملية رسم الاشتراك هو رسم بسيط مانو كبير بس مع الوقت وهو عم بصير علينا زم ما يعني عم بصير علينا هذا ديون علينا ما عم يتحصل ما لا يحصل لكن نحن عم نبقي على إثباتية أن هذا المواطن له هذا العداد كحقية لألو دفعه للرسم هو إثبات لأحقيته بالخط بالاشتراك بحد ذاته تمام ولكن رفعنا رفعنا مسكرة الحكي هذا تم من شهار بتوجيه من سيد وزير لحتى كطرح للمشكلة أنه إذا في منطقة بأكملة تمام مناطق موجودة تماما كلها معروف أنه مهجرين هل هذول لش يظلوا عميد فهل لازم تعفى هذه المنطقة لفترة محددة رح أخذ اتصال بعدين أسأل حضرتك مين يعني بذمة مين الكونديون أيضا أنتو كوزارة سواء كان من جهات حكومية أو من جهات أخرى ألو أهلا أهلا وسهلا عم يسمعك تفضلي تفضلي دعوة في أستاذ جابر الله يعافيك يعطيك العافية نعم إن شاء الله بخير تفضلي 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 السؤال لو سمحت تفضلي تفضلي أنا مركب مسجلي على ساعة نعم ولحد الآن لا أركب هنا بأي منطقة نعم بالشير بالشير طريق الخلالي نعم ريف دمشق أيوة 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 خالتو يعني نسأل عن العدادات وتأخر تركيبة تقريبا أدي إليك مسجلة عليها على العداد أو على الساعة أنا شهر شهر طيب بشكر اتصالك في اتصال تاني حتى من نطره ألو تفضل مساء الخير تحياتي أهلا وسهلا تفضل الأستاذ جابر كيف عم يسمعك تفضل أهلا وسهلا تفضل أنا نضال حبيب أهلا وسهلا أمن الله ستعم بحكي تفضل نضال في شغلي في شغلي يجب أن لا تأخذ بنا رحمة للي عم يتعدوا على الشبك لي وعم يسرقوا الأسلاة هدول هدول لازم تكون عقوبتهم قاسية حنحكي عن هالموضوع في عندك سؤال صديقي بس سكة سؤال يعني أصبت الكهرباء لأمان والله ما معرف إذا بقدر يجاوبك بس تعرف إذا بتنحل أصبت الكهرباء 3-4 مشاكل بتنحل بكل تأكيد يعني بكل تأكيد هذا الكلام اللي عم تتفضل فيه كلام سمعناه من كثير من الناس شكرا جزيلا لحضرتك بالنسبة للناس اللي يكون مسجلة على عدات الوقت الطبيعي أستاذ جابر هلأ يعني المشلي هو بتوفر له عدادات كان هلأ اليوم نحنا تقريبا بصد التوريد عدادات عدد منيح ونوزع كافة المحافظات والفترة الماضية بعتنا كميات منيحة على كافة المحافظات لحتى يعني شيروا التراكم الموجود عندهم لأنه فيه تراكم كبير بتاع الفترة الماضية سنوات الماضية كان فيه عملية التوريد فيه شوية صعوبة مثل ما حكينا نتيجة حسارة صادية هلأ صار شوية فيه حركة صارنا عملاقة حلوة بديلة عمنا بعت عدادات لكل المحافظات وشوي شوي عم تنقفض الفترة الزمنية لزمن لزمن الانتظار للأخوين المواطنين قدية وسطية لزمن الانتظار يعني بدنا نشوف كل المشلي أنه بكل محافظة إلى زمن حسب عدد العدادات المسجلة وحسب القيم التراكمية الموجودة ولكن نحنا إن شاء الله من هنا لنهاية السنة رح يكون الفترة الزمنية للمواطنين حتى يركبوا عدادات بعد ما نسجدوا عليه فترة إن شاء الله قصيرة بإذن الله أقل من شهر يعني شاء الله هي أقلت إلى شهر بإذن الله طيب تعدي على الشبكة هأسألك عليه لأنه في ناس حتى قالت لك طالما الكبلات بالهواء وطالما كله مكشوف وطالما الناس عم تنزل حتى وصلت يعني وأكيد بتعرفون وتفتح غرف أحيانا التحويل يعني وتصلح في بعض الأحيان بدألك ما بتجي الورش وصنعنا نحن بنعرف نصلح وقاطع وفاز وكل هاي الأساس إضافة لموضوع السرقات وسمعنا بالفترات الماضية السرقات نوعية يعني هي من سرقك بسيطة سرقة بحاجة لا احترافية وفي ناس لازم يكون معهم الرافعات هل مثلا فكرة أنك تنقل الشبكة من هوائية إلى أرضية قد تخفف موضوع السرقات أم صعب صعب الموضوع كتير وهل في حل جذري لموضوع السرقة أو التعدي على الشبكة السيد باسل هلأ نحن دائما أبدا من نوه الفكرة بموضوع شبكاتنا ليش نحن نتعرض للسرقة بشبكاتنا الكهربائية نحن شبكاتنا موجودة على جغرافيا كبيرة جدا ممتد جغرافيا نحن شبكاتنا موجودة بالعراء كل الدول ولكن هل يمكن نحن نحرس هذه الشبكات الممتدة بشكل كبير جدا أكيد بالتالي مسؤولية الناس والمجتمع المحلي والمخاطير والفرق الحزبية وكل الناس نحن معنين بحماية هذه الشبكات صراحة أمر كتير مهم نحن ننوه عليه اليوم ما حتى قادر أن يحرس لهذه الشبكة لو كانت وزارة الداخلية مستنفر استنفار كامل حتى تحرس ما نقادر إذا لم نحن نتعاون مع وزارة الداخلية بهذا الموضوع ونتعاون والأخم المواطنين نتعاون مع وزارة الكهرباء بهذا الموضوع لا يمكن ضبطه صراحة اليوم القانون اللي صدر المرسوم اللي صدر من سيد الرئيس بتشجيل العقوبات وإلى آخره هذا الموضوع كتير مهم هذا الموضوع التأريحية بلشة السريقات تتخف بلشة الناس في العافظ في هذا الموضوع نعم نعم في بعض المحافظات بلشة تتخف أكيد ما رح يكون فورا أسهر فوري وسريع ولكن على مدى الزمن لما رح يشوفوا أن هالقوانين عم تتطبق والناس اللي عم تسرق عم تقعد عشر سنين بالحبس وعم يطبق علي عقوبات وووو وما نساهم وما نغطى فرح الناس تلمس على راسها وتفهم أنه هذا الموضوع صار موضوع ما نسهل النقطة الثانية نحن اليوم خسائرنا 200 مليار و150 مليار على صعيد شبكات المخفض وعلى صعيد شبكات 230 و400 و120 أنا أخذي دولار لا مليار لأيرا سورية 200 مليار و150 مليار هذه المجمع الخسائر مجمع الخسائر حوالي 350 مليار على صعيد كافة الشبكات بكافة التوترات هذه خسائر كبيرة نحن بدلا من استثمرها بخططنا الاستثمارية نحن نذهب باتجاه طعويب ما تم سرقته هذه خسائر كبيرة هل يمكن نحن اليوم استاذ باسل أنه نقدر نحول شبكات الهوائية لكابلات أرضية موضوع صعب جدا لأنه أنت اليوم إذا بدل شبكات الهوائية موجودة محاسية بدلها بكابلات ألمينيوم فنيا هي ما نمو مشروع فني جيد ولكن نحن نشتغل على هذا الموضوع هذا يجب وقت بدون حتى ضمن خطة مبرمجة لمدة عشر سنوات حتى نشتغل عليه بظروف اقتصادية مريحة ليس ضمن هذه الظروف ولكن بجزئيات معينة في بعض الأماكن نستبدل شبكات هوائية بكابلات أرضية في مناطق منظمة وفي مناطق ضروري جدا أنه في الزحامات وفي مدارس وفي كذا لحالات الطريقة والإسعافية والضرورية نشتغل بهذا الاتجاه في اتصال أيضا على 612 382 ألو ألو يعطيك العافية يا أهلا فيك تفضل الحقيقة أنا عندي استفسارين أو سؤالين تفضل أول موضوع موضوع مادي مهم أنا من شيء سبوع دفعت فاتورة كهرباء نعم في عندي رقمين بنفس تقريبا الأرقام كمية استهلاك 800 بالدورتين فاتورة 4464 وفاتورة 15913 نعم مفهوم يعني أنت كمية استهلاك واحد اختلفت الفاتورة عليك فعم تسأل شو السبب نفس الكمية ولكن نفس الكمية برقمين مختلفين نعم وفي فواتير يعني في فوارق كبيرة بين هاتم عندي ثلاث فواتير و 31 1700 يعني تقريبا الفاتورة سابتة 10 شالح طيب السؤال الثاني بعد إذنك السؤال الثاني موضوع التقنيج أنا من سكان المزلي خزان ستا وتلمعين الثاني اليوم اليوم تحديدا اجتنا الساعة 23 دقيقة بالضبط أنا قاعد قدام الساعة وطفوه أربعة تماما وفي أحيانا بيجيبوها ساعة وأحيانا بيجيبوها ساعتين وكتير أحيان ما بيبقيدو بمواعي نعم الانتظام نعم نعم جاية الكهرباء كل مرة موعد شكل نعم نعم بشكرك كثير نعم 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 نكيف نكيف شغلنا حتى حسب التوفر الكهرباء بكل تأكيد بشكرك وهلأ حنجاوبك إن شاء الله شكرا لاتصالك في مع اتصال تاني ألو يعطيك العافية مساء الخير تفضل هذا السؤال بعد إذنك تفضل الكهرباء نحن ندفع عبارة عن خدمة تقدينناها وزارة الكهرباء نعم نعم هلأ عم تسوء الخدمة بس عم يزيد التكلفة علينا عم يرفع الكهرباء وخدمة العداد وهي كل مالة عم تزيد يعني طيب خدمة عم تيل بس التسير عم تزيد التسير عم تزيد طيب تكرم معينك ناخد كمان اتصال عام 612 لت 822 هلأ من نجا مناخد بس أوقات بيقول لك الساس جابر نعم أنا ما تغيرت كمية استهلاكي بس الفاتورة علي تغيرت وقال بيقول لك تجي فواتير مثل بعض على مدة 3 دورات بتجيني نفس الأرقام بعدين الفاتورة مثلا دورة اللي بعدها بتجي أرقام كبيرة وبتحمل الكشاف أو قارئ العداد هذه المسؤولية شو رات حضرتك هلأ اللي بتجي 3 فواتير وربعة بتكون قيمتها سابتة فمن الضروري جدا بالفاتورة التانية يعني فوراني ينتبه ويراجع فورا مديرية المشتركين بالمحافظة وشو بيكون السبب هون هلأ بيكون السبب ممكن أحيانا ممكن مؤشر ما جاي آخر القراءة ممكن يكون نحن عنا مؤشرين بيفطلوا على العدادات البلد كلها هلأ بشكل ورقي وبشكل يعني منطقي لازم هنا يدوروا على كال العدادات بفترة محددة وهي ترشق بين 10 إلى 20 يوم خلال هلأ عندكم عدد من لا يوجد لا يوجد طبعا صراحة الكادر الموجود يعني في بعض المؤشرين احيانا عم يقروا منطقتين حتى يقدروا حتى نقدر نسكر النقص العدد الموجود عندنا هيا أول الشغل الثاني الشغلة اليوم وقال ممكن ما يمروا على المنطقة فبتلاقي لهذا السبب اللي بتكون الفاتورة ثابتة ممكن 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 أنه المؤشر ما يقدر أحيانا شوف يصير أحيانا المؤشر بيمر مرة واثنين وثلعت ولكن ما بيكون في كهرباء لأن احنا أغلب عدالاتنا صارت إلكترونية بالنسبة لليها مشان نحن نحن نحكي لإننا ولا علينا ممكن يكون في نقص بالعدد المؤشرين ممكن أن المؤشر ما يقدر يمر على هالمنطقة بإهمال بقصد أو ضير قصد ممكن أن يمر ولكن مرة وثلاثة بس ما بيقدر لأنه ما بيكون في تغزية كهربائية فما بيقدر يأخذ القراءة للعداد الإلكتروني ولكن ما نعمل نحن في عنا منصة موجودة صار فينا المواطني صور الفاتورة ونزلها يقول أنا هذه الفاتورة إجتني هالفترة هي هالفاتورة إجتت هلأ وهي قيمتها وأنا شاكك فيها بنرد بنرد علي على مكتب الشكاوي على المنصة الموجودة عنا ثاني الشغري أستاذ باصل مشان نحن ما نقطع الأفكار ثاني نقطع اليوم لما أنت شفت الفاتورة إجتك هيك إذا ما بدك إذا ما كان عندك قدرة على التواصل من خلال المنصة فينو بيراجع مثلا أقرب مركز جيباي أو أقرب مركز مكتب شكاوي صارت مكاتب شكاوي منتشرة على مستوى المحافظات يسأل أنه يا أخي أو دائرة المشتركين في هذه المحافظة أنه ليش هذه الفاتورة أنا إجتني عندي صفر وأنا عندي استهلاك فبيكون لحق للمشلي ببدايته وممكن هو يجيب القراءة ويعطيها للمؤشرين يقول أنا شفت للقراءة إذا كان عنده قدرة على هذا الموضوع لحتى ما توصل لمرحلة ولكن تعالج أي شكوى عم تقدم عم تقدم أي شكوى تعالج وإذا كان فيه تقصير من عامل عم يتحاسب وعم يتعاقب سيد وزيل كهرباء بحديثه لبرنامج المختار مع مطلع هذا العام قال هذا العام ستكون عام القراءة الإلكترونية وين وصلنا بالموضوع العمل جاري على هذا الموضوع وصراحة دائما أنت أي مشروع بده بنية تحتية لكون متكاملة نحن بدأنا بهذا المشروع وقطعنا شوط ولا يسا شوط ما خلينا نقول ما نحن نقول شوط كبير ولكن شوط منطقي بلشنا بالقراءات على مستوى المشتركين بالتوترات الكبيرة والثم الأدنى ثم الأدنى بالنسبة للإلكترونية اللي عم تتركب عنا نحن صار في عنا قاعدة بيانات جيدة ولكن مرجع بقول لك هذا الموضوع بحاجة بحاجة بده وقت بده خطط تكون مستمر على المدى الطويل على المدى الطويل يعني بده فترة طويلة رأخذ آخر اتصالين ألو مساء الخير يعطيك العافية أهلا وسهلا تفضلي دخيل عينك نحن بسنا نقدم شكوة تفضلي عمسم معك الأستاذ جابر تفضلي ساعة ستة الصباح لهلأ ما جابونا الكهرباء إلا نصف ساعة وبس بأي منطق أنتو عند موقف شيخ خالد بوعدك بس خلاص اللقاء ستجيك الكهرباء هيك وعدنا لأستاذ جابر خلاص أنا موانت حاليا بس خلاص اللقاء سيجيبوا لك الكهرباء نحن نسمع اللقاء هلا بس خلاص استني الكهرباء يلا تكرم عينك هلا أكيد أستاذ جابر سيشوف إذا الموضوع له علاقة بعطل طارق يعني أكيد يعني انقطاعها خارج فترة التقنين النظامي اتصال أيضا مساء الخير أهلا مساء الخير تفضل محمد رضوان من المركزين أهلا وسهلا محمد تفضل أنتو الساعات اللي عم تحطوها جديدة ما عم يبين فيها رقم الحداد نحن أنا عندي واحدة قديمة نشوف قدي شو عم اشتغل عليها حلو سؤالك حلو سؤالك يعني قصدك أنت بترك لج أمورك بتشوف حالك قدي نعم 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 تستهلك طيب كويس سؤالك شكرا لحضرتك عم يسأل أنه عداد الإلكتروني ما بين معه مثل ما بين العداد اللي نعود عليه كمية استهلاكه في بعض العدادات بحاجة إلى تعامل معه بطريقة خاصة مثل استخدام المغناطيس بتظهر فيها القراءة ولكن يمكن بتصور المواطن ما عنده خبرة بهذا الموضوع بدأ حدا مختص بدأ حدا مختص ولكن بالمحسلة بقدر هو يعني عمليا يراجع أو المؤشر نحن نعمل آلية جديدة بتوجيه من سيد الوزير وهي عملية ضبط في مرحلة إنه نقدر نحط مثلا رقمنا على ويب سايت على تطبيق كذا ويطلع حتى كمية استهلابنا رح يصير هذا المشروع عم يندرس وإن شاء الله خلال ما رح نقول فترة قريبة ولكن خلال فترة ليست ببعيدة رح يصلي لأنه بالتأكيد جزء من عملية الربط اللي عم تربط يعني جهات حتى موضوع بيدخل بموضوع الدفع الإلكتروني بإني أنا قدر فوت أشوف السهلاك فاتورتي وإدفعها بشكل مباشر من رصيدي حتى بدون ما يكون عندي عند وسيط يعني أنا بشكل مباشر من حسابي في المصرف إلى الدفع في وزارة الكهرباء أكيد هذا الموضوع مشير عليه ورح يكون فيه نتائج مستقبلية جيدة رح يلمسها لأخوة المواطنين ممكن تنحو منحى وزارة الاتصالات بالدفع الإلكتروني أكيد ممكن أنه هذا الموضوع بيسهل علينا عملية الجباية وبيسهل على أخوة المواطنين وبيوفر عليهم جهد والتعاب وبيريح من عملية منهم يروح من تجاه قوة الجباية وعلى آخر يعني محطوط محطوط دمخططنا أكيد في أي تغيير بتسعيرة الكهرباء اللي صدرت قبل فترة في أي تغيير على شرائح معينة أم هي تسعيرة قائمة وحاليا لا تغيير فيها يعني وشو تعقيبك على الكلام التفضل في سيد الوزير ممكن مبارح كان عنده تصريح أو لقاء حكى فيه عن أنه قد يكون فوق الـ 1500 من الاستهلاع 600 كيلو مدعون أكيد ما فيه أي تغيير بهذا الموضوع ممكن يكون فيه دراسة للمشتركين الاستهلاكاتهم عالية أو عالية جدا لا حتى نحن ندخل بتعرفة تكون ضمن موازلة تكلفة أو قريبة من تكلفة الكيلوات ساعي حاليا قد تفري حاليا يعني لسه حاليا فوق 1500 كيلو المشترك المشترك فوق 1500 كيلو مدعوم طبعا مدعوم أكيد أكيد مدعوم وهلأ نحن نرجع من الحالي ما فيه أي شي من هذا الحكي ولكن كل ما يتم الحديث عنه هو عبارة عن دراسات مستقبلية رأختم معك بسؤال سأله قبل شوي أحد المستمعين وما أعرف إذا عندك قالك لأمتى هالأزمة إذا توفرت الكهرباء المصانع الاقتصاد المشاكل كله بيتحسن الدراسة كل شي بيتحسن مدركين أنه الموضوع ليس بيد وزارة مدركين هذا الكلام ولكن يعني من حق المواطن يسأل لأمتى بدي ضل يعني هيصلنا بس بموضوع التقنين اللي بدأ تقريبا من 2013 يمكن أو آخر 2012 11 سنة من التقنين المستمر لأمتى فينا نحكي بالموضوع على المدى الطويل أيضا أستاذ جابر على المدى الطويل فيه شي خطط أم نحن ننتظر فعلا وبصراح حلو سياسي العلاقة بحقول الغاز وعلى ذلك كل الكلام سيضل مجرد كلام نحن نتأمل إن شاء الله وعلى مدى القريب أن نكون في تحسن إن شاء الله نحن نحكي على مستوى الطاقة الكهربائية وعلى مستوى توليد الكهرباء مثل ما حكيت سيد لا يمكن يتحسن واقع التوليد ما لم يتحسن توريد حوامل الطاقة من غاز ومن فيول نحن بالنسبة لأن كوزار الكهرباء كل ما أنتجنا كل ما صار في عنا إيرادات كل ما أنتجنا كل ما تحسن واقع المنظوم الكهربائية كل ما الخطوط النقل والخطوط المقفض بتعمل أعطاء العمستوى القواطع والكابلات والاحتراق اليوم أكيد تسمع كل تطرب عطيان بيحترق الزان ما فيه اليوم محولة حقا 300-400 مليون كحد أدنى هذه كلها خسائر على مستوى الوزارة الكهرباء يعني لما بتعافى واقع التوليد ويتحسن من خلال تحسن حوامل الطاقة ومن خلال التوريدات الجيدة يتحسن واقع المنظوم ويتحسن إيراداتنا وتقل خسائرنا صراحة اليوم خسائرنا حتى نحن على مستوى الأعطال ومن خلال السرقات التي قلنا قبل تحسن من تحسين ظروف استثمار شبكاتنا ومن موضوع الذي طرحته حضرتك عبارة استدار شبكات هوائية بكبالات أرضية ومن أن نحصل على عمليات الربط الحلقية ما بين منظوماتنا وتأمين المسوقية التغذية الكهرباء وكفائة الطاقة ومشابها كل هذه عمين حرم من الأخوة المواطنين نحن نستطيع كوزارة أكثر من المواطنين حتى هذا الواقع صراحة يتحسن الاقتصار ويتحسن الصناعة وتتحسن الحياة السياحية والاجتماعية والنفسية والنفسية تماما كل لما نفوت نشوف الكهرباء مقطوعة نفسيا نتعب الطلاب الذين يدرسون يتعب يقرأ لدات ويقرأ ضو وضعيف نحن أهل وناس لا يمكن أن نقدم عيوننا ولكن ما هو الواقع الموجود نصرف ضمن إطار هذا الواقع ضمن هذه ظروف الاقتصادية وضمن هذا الحصار الاقتصادي الصعب ورغم كل هذا الوزارة تبحث عن حلول وبأي شكل من الأشكال من خلال الكوادرة من خلال عمالها حتى دائما نبحث على أي شي يحسن وضع التخزين الكهربائية والتقليل من تقليل الكهربائي وتحسين منظومة الكهربائية على أمل ضمن الظروف المتاحة والحالية تكون في النقطة الأهمية التي تفضلت بالحديث عنها سعي نحو عدالة التقنين بالدرجة الأولى وإعادة النظر في بعض المشاكل وضمن الخطوات القادمة التأهيل يمشي لا توقف ولا مرة والمحاولات أن الشبكة تبقى محافظة على البنية الأساسية التي تمكنها فعلا من التشغيل مدى توفرت حوامل الطاقة هذا أيضا مأخوذ بعين الاعتبار فنتمنى أن يوما ما ترجع التغذية كما نريد على الأقل أو تخفف هذا الضغط الكبير الذي يعيشه الصناعي والمواطن والتاجر والمزارع وكل الفئات الحقيقة أكيد أستاذ باصل بدي أحكي أن الشغلة وحدة قبل أنه اللقاء اليوم بدلا ما ينتقل هاجسنا مني أنا اليوم إذا احترقت عندي محولة يكون موجود فيه إلى بديل بينما يكون هاجسي أنا لأ أعمل منظومة جديدة وبمني تحتية لكننا هم تحكي عن دفع الإلكتروني وعلى المنظومة الإلكترونية وكيف تسهل على الأخوة المواطنين من جهد وتعب بدلا بينما يكون أنا التفاتي لهذه المشاريع الكمالية واللي بالتوفر لأخوة المواطنين من جهد وتعب بينما يكون هميني أنا بدي محولة احترقت بدي حط وحدة بدالة لا أنا عندي كابلات احترقت بدي حط بدالة لو أنه أنا عندي منظومة مستقرة وثابتة ما كنت ببحث عن ظروف استثمار هذه الشبكة بهذه الظروف الصعبة ببحث كنت على أني أنا أدخل بمنظومتي عن كمالية هذه الشبكة وعن رفاهية هذه الشبكة ولكن الظروف يوجد تسمح لنا لدينا كوادر كثير كويسة وعند كوادر كثير كفوة بأن تقدر تطور هذه المنظومة وتحسنها ولكن هو الظروف الموجودة نحن إن شاء الله بإذن الله الفرج قادم والنصر قادم من بلدنا وإن شاء الله بإذن الله رح يلمس الإخوة المواطنين تحسن واضح على مستوى المنظومة من خلال أنا عم بتحدث على واقع المنظومة الكهربائية وليس على واقع التقديم وإن شاء الله على واقع التقنين بجهود الناس المخلصة لهذا الوطن وعلى رأسهم زي الوطن وعلى رأسهم الحكومتنا اللي عم تشتغل بكل بليل و بنهار حتى تقدم أفضل ما يمكن الكون ديون على جهات حكومية أكيد قدم مبالغ كبير كتير صراحة يعني مئات المليارات أو الأكتر حتى أكيد في ديون طبعا عالقة ولكن دائما بيصير في بتدخل من الحكومة بيتم في تسوية لهذا الموضوع وتقاصات تحدث ولكن بالآخر يتم تحسير هذه الديون بطريقة أو بأخرى وكل مؤسسة بتاخد ديونها أو بيصير تسويتها شكرا جزيلا لكل يعني الإجابات اللي تفضلت فيها ولو وجودك معنا ضيف في حلقة اليوم مدير مؤسسة العام لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا المهندس جابر عاصي أهلا وسهلا فيك شكرا لكم ليعطيكم ألف عافية المختار مع باس المحرز إعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرة سوشال ميديا هيثم صالحة نظير تيرو موسيقى يحيى جانو الهوية البصرية ليمونتري ندين الهبل إخراج آية أحمد المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالث عصرا عبر المدينة أف أم وتلفزيون الخبر موسيقى 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 موسيقى